السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الطلبة والطالبات عاملين ايه النهاردة ان شاء الله هنبتدي حلقات المراجعة بتاعتنا نبتدي بقى نحل الاسئلة بتاعت الكتاب نبتدي نحل اسئلة التدريبات خلي بالك من النمزج اللي موجودة في اخر كتاب التدريبات الحاجات دي مهمة جدا لازم تتحل مرة واثنين وتلاتة خلي لي الجدول للمذاكرة الدراسات ما تقلش كده عن ساعة في اليوم او ساعة ونص في اليوم تحل فيها كده كاما متحان تلاتة متحانات حل المحفظات اللي فاتت خلاص كل دي حاجات مهمة جدا بالنسبانك لازم طبعا تاخد بالك منها في الحل طبعا اللي عنده اسئلة وهو بيحل وعايزي بعتهنة هيبعتهنة على موقع القناة بتاعتنا وانا هرد على كل الاسئلة اللي انتوا عايزينة خلاص كده اي سؤال يقف قدامك انا معاك ابعتلي بس انت ومالكش دعوة يحللك على كل الاسئلة اللي انت عايزة خلاص طب تيجو نعمل كده نظام جديد في المراجعة ايه هو هنراجع كل درس الواحد يعني ايه هنراجع كل درس الواحده يعني هبتدي لك درس درس ونبتدي ناخد اسئلته ونبتدي نقول كل حاجة فيه كل اللي يخص الدرس هنراجعه من اول وجديد اكتب وراي الاسئلة اللي انت شايفها بتغلط فيها او انت وقعت فيها او انت نسيت ان انت تحلها خلاص اكتبها وراي وحلها تاني بعد ما خلص هتلاقي نفسك كل الاسئلة اللي معاك في كتاب المدرسة هي هي الاسئلة اللي انت كتبتها وراميز دعاء هي هي الاسئلة كلها اللي عندك في كل الكتب الخارجية براعتك امامك خريطة وضح ما عليها من بيانات خريطة سؤال مهم لازم ييجي بيجي اول سؤال لازم تحله كويس خلاص نركز كده ونشوف الاماكن فين بيقول لي واحد ها سلاس الجبال ايه برافو عليك سلاس الجبال البحر الاحمر اتنين ها جبل العوينات ممتاز تلاتة ها وادي ايه برافو عليك وادي العريش اربعة منخفض برافو عليك منخفض القطارة خمسة ها ده خليج ايه ايه ده خليج العقبة برافو عليك ممتاز السؤال اللي بعده ده علامة صحة او خطأ مع الايه مع التصويب طبعا تقع السحراء الشرقية ما بين البحر المتوسط شمالا وخليج العقبة والسويس جنوبا ها طبعا ايجابة خاطئة قمال دي ايه برافو عليكو شبه جزيرة سيناء يعتمد سكان الوحات على المياه الجوفية في الزراعة ها صحة ولا غلط طبعا ايجابة بتاعتي ايه صحيحة من اشهر دي بالشبه جزيرة سيناء جبل سانت كاترين وجبل الشايب وجبل علبة ها صحة ولا غلط برافو عليك ايجابة خطأ امال ايجابة بتاعتك ايه جبل موسى وام شومر تتميز السحراء الغربية بوجود المنخفضات التي توجد في السحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء الاجابة بتاعتك ايه خطأ امال لا توجد منخفضات في السحراء الشرقية ولا شبه جزيرة سيناء يبقى المنخفضات اصلا بتنتشر في السحراء الغربية فقط لكن السحراء الشرقية والسحراء الغربية لا يوجد فيها ايه منخفضات برافو عليك يوجد واد العلاقي في السحراء الشرقية بينما يوجد واد العريش في السحراء الغربية ها خطأ أما الإجابة بتاعتك يوجد واد العريش في شبه جزيرة سيناء طب بيصب فين؟ حد فاكر؟ برافو عليك بيصب في البحر المتوسط السؤال اللي بعده أكمل عبارات الآتية من الحيوانات البرية في البيئة السحراوية ها برافو عليكو الغزلان والأرانب البرية تهب الرياح المحملة بالأتربة على الوادي والدلتة في فصل الربيع برافو عليك ممتاز وتعرف باسم إيه؟ رياحة خمسين برافو عليك تنمو في البيئة السحراوية بعد النباتات الطبعية منها برافو السببار والتيني الشوكي سمع ناس بتقول معايا بصحصح معايا الأسئلة دي الأسئلة دي مهمة جدا السؤال اللي بعده بيما تفسر أوراق النبات في البيئة السحراوية سفنجية سميكة ليه؟ ها فاكرين لما قلتلكوا ليه سفنجية سميكة برافو عليك لتخزين المياه في داخلها رياحة خمسين رياحة ضرة ها للي رياحة خمسين رياحة ضرة؟ لأنها تضر بالمحاصيل الزراعية وسحة الإنسان انتلاقي الأودية الجافة بالمياه في البيئة السحراوية ها ليه؟ بسبب إيه؟ قالي بسبب سقوط السيول بشكل مفاجئ ممتاز اختب من شر إليه العبارات الأيتي تجمعت من الرمال تتراكم بفعل الرياح برافو كسبان رملية ممتاز مجاري مائية كانت تجرى بها المياه ثم جفت مكان كان بيجري فيه المياه قديما لكن بعد كده جفت دي اسمها إيه؟ برافو عليك أودية جفة مصدر طبيعي للمياه الجوفية تتضفق منه المياه لقربها من السطح ها دي اسمها إيه؟ برافو العيون وبكده يا ولاد نكون خلصنا درس مراجعة درس الخصائص الطبيعية للبيئة السحراوية خلاص أخدنا كل الأسئلة المهمة اللي فيه طب إيه الدرس يا ميس اللي بعده؟ هناخد خصائص السكان في البيئة السحراوية يلا نشوف بقى إيه هي أهم الأسئلة لخصائص السكان في البيئة السحراوية؟ ركز معايا أنا كنت شايفاك شاطر في الدرس الأولاني ياريت ألمك في إيديك وورقتك في إيديك وبتكتب ورايا الأسئلة المهمة بتاعتي يلا بينا نشوف بيقولي السؤال الأول أكمل العبارات الأتي يتركز السكان في البيئة السحراوية فيه؟ ها السكان بيتركزه فين في البيئة السحراوية؟ ممتاز في الوحاد في الوحاد بس؟ قال لي لا كمان ومناطق الرعي وإيه كمان؟ حيثوا إيه وإيه؟ قال لي حيثوا بيتوافر العجب والماء بس سكان بيتركزه في البيئة السحراوية حولين الوحاد أو أماكن فيها مية وأكل أو أماكن الرعي خلاص؟ من الخصائص الاقتصادية لسكان البيئة السحراوية ها إيه هي؟ بيعملون بحرفة الرعي والزراع وانخفاض مستوى المعيشة برافو عليك يواجر بعض سكان البيئة السحراوية إلى البيئات الأخرى بسبب؟ ها لسد إيه؟ برافو عليك سد حاجتهم من محافظات الحدود ها سمع ناس بتقول مطروح والوادي الجديد أما أنا كان عندي كم محافظة حدود؟ برافو خمس محافظات توجد الواحات المصرية في؟ ها السحراء الغربية ممتاز من جهود الدولة لحل مشكلة التعليم إقامة نقط برافو إقامة المدارس والمعاد والكليات يعني هي مش هتكتفي بس إن هي تعمل مدارس لا ده معاد ومدارس وإيه؟ وكليات ممتاز يهم المعظم سكان البيئة الصحراوية بحرفة؟ شواطر بحرفة الرعي السؤال اللي بعده؟ بما يتفسر كلت عدد سكان البيئة الصحراوية رغم اتساع مساحتها ليه؟ سكان البيئة الصحراوية خلاص قليلين رغم إن مساحتها كبيرة بسبب واحد نضرة المياه سكان مش يعوده في مكان ما فيهوش مياه اتنين قلة الخدمات مدارس مستشفيات قطعات تعليم كل ده مش موجود خلاص قلة الخدمات تلاتة قلة وجود فرص عمل بقى عندك نضرة مياه قلة خدمات قلة وجود فرص عمل في أماكن الصحراوية عشان كان سكان ما بيسكنش فيها انخفاض نسبة الأمية في المحافظات الصحراوية مؤخراً ليه نسبة الأمية بتاعت تقلي في البيئة الصحراوية؟ برافو عليك طبعاً ده لجهود مين؟ الدولة بسبب اهتمام الدولة لمواجهة مشكلات التعليم طب منها هتعمل إيه؟ ها إقامة العديد من المدارس والكليات والمعين ممتاز ترك السكان البيئة الصحراوية بالواحد إش مانا لو حب ذات السكان بيتركزوا فيها؟ برافو عليك لانتشار المياه الجوفية والقيام بحرفة الزراعة لانتشار المياه الجوفية والقيام بحرفة الزراعة ممتاز ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال في البيئة الصحراوية ها ليه بترتفع نسبة الوفيات بين الأطفال في البيئة الصحراوية؟ بسبب الاعتماد على الوسائل البدائية في العلاج بسبب الاعتماد على الوسائل البدائية في الإيه؟ في العلاج ممتاز اعتماد البيئة الصحراوية على البيئات الأخرى ليه البيئة الصحراوية بتعتمد على البيئات الأخرى؟ لسه إلهة ها لسد احتياجاته خلاص طب بما تفسر تسميت محافظات الحدود بهذا الاسم لأنها تقع على حدود مصر مع الدول المجاورة لأنها تقع على حدود مصر مع الدول المجاورة ممتاز ده علامة صح أمام العبارات الصحيحة وخطأ أمام العبارات الخطئة يعيز سكان البيئة الصحراوية في محافظات الحدود ها صح ولا غلط طبعا الإجابة صحيحة خلاص بقى طالما فيه سكان موجودين في البيئة الصحراوية بايعودوا في إن محافظات الحدود الوحات الكلام ده كل ممتاز يعمل معظم سكان البيئة الصحراوية بحرفتي الرعي والزرع ها براف عليك الإجابة صحيحة يتميز سكان البيئة الصحراوية بإكرام الضيف ها برافو الإجابة صحيحة يعاني سكان البيئة الصحراوية من قلة الموارد ها برافو الإجابة صحيحة تزيد نسبة الأمية في البيئة الصحراوية نسبة الأمية كتير في البيئة الصحراوية ها الإجابة صحة لكن هنا لما يقولي أن هي ابتدت تقل في الفترة الأخيرة هتبقى الإجابة برضو إيه؟ صحيحة أخلي بالي هي نسبة الأمية كبيرة في البيئة الصحراوية لكنها بتدت في الفترة الأخيرة هي اللي تقل تتميز البيئة الصحراوية بتقدم الرعاية الصحية ها؟ طبعا الإجابة خطأ ده أنا بقولك إن هم بيعالجوا بأساليب بدائية عشان كده مفيش تقدم للرعاية الصحية من الخصائص الاقتصادية لسكان البيئة الصحراوية انخفاض مستوى المعيشة ها؟ الإجابة صحيحة ممتاز ننتقل لسؤال آخر ما النتائج المترتبة على؟ كلة الموارد الطبعية في البيئة الصحراوية النتائج على كلة الموارد الطبعية؟ برافو عليكم ظهور العديد من المشكلات الاقتصادية مثل نقص الغذاء إقامة الدولة للمدارس والمعايد في البيئة الصحراوية ها؟ النتائج اللي ترتبط على كده؟ برافو عليك انخفاض نسبة الأمية في البيئة الصحراوية وبكده نكون خلصنا الدرس التاني مراجعة درس ايه؟ ها؟ خصائص السكان للبيئة الصحراوية تمام كده؟ يبقى أنا كده خلصت خصائص طبعية للبيئة الصحراوية خلصت سكان البيئة الصحراوية يلا بقى الراجع على درس التالي بتاعتها البيئة الصحراوية هو ايه؟ يلا برافو عليكم الموارد والأنشطة الاقتصادية للبيئة الصحراوية ركز معايا كده السؤال الأولينية عندك أكمل العبارات الآتين أهم حيوانات الرعي في البيئة الصحراوية ها؟ برافو عليك القبل اللي هو بيعتبر ايه؟ سفنت الصحراء يوجد الزهد في مناجم نقطة بالصحراء الشرقية ها؟ ده بيوجد في مناجم ايه؟ برافو عليك مناجم السكري من أهم الحبوب الغذائية في البيئة الصحراوية القمح ممتاز تقوم صناعة حفظ الطمور من أشجار تسمعك الناس كلها بتقول أشجار النخيل ممتاز من أشهر قبائل التي تعمل بحرفة الرعي في الصحراء الغربية قبيلة أولاد علي برافو عليك تقوم صناعة السجاد اليدوي في البيئة الصحراوية على أصواف الأغنام ووبر الإب برافو عليك من المظارات الدينية في شبه جزيرة سيناء ها؟ ايه المظارات الدينية في شبه جزيرة سيناء؟ عندك دير سانت كاترين وعندك جبل ايه؟ موسى ودولب بيعتبروا يا ولاد سياحة ايه؟ دينية ممتاز تعتبر الصناعات الحرفية من الأنشطة الاقتصادية في البيئة برافو عليك في البيئة الصحراوية توجد محمية الصحراء البيضاء فيه؟ ها؟ واحد ايه؟ برافو عليك واحد الفرفرة السؤال اللي بعده صوب ما تحتوخط حرفة الزراع هي الحرفة الرئيسية لسكان البيئة الصحراوية ها؟ طبعا إجابة خطأ وما الايه هي؟ حرفة الرئي ممتاز يترك السكان في منطقة ابو ترطور حيث يتم تعدين الحديد ها؟ ابو ترطور عندك غلط هتبقى ايه؟ الواحات البحرية في منطقة يا ولاد اسمها منطقة الجديدة يستخرج الزهب من مناجم ام باجمة بالسحراء الشرقية ها؟ إجابة عندك صحة والغلط برافو عليك طبعا هي من مناجم السكري مش من مناجم ام باجمة من المناظر الطبيعية الخلابة اللي تجذب السياح الصحراء البيضاء بواحة الدخلة احنا لسه قالين صحراء البيضاء موجودة فين؟ برافو عليك في واحة الفرفرة بما تفسر نمو النباتات الطبيعية في البيئة الصحراوية ليه بتنمو النباتات الطبيعية في البيئة الصحراوية لوجود المياه الجوفية في الصحراء الغربية ممتاز تنوع الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية ليه تتنوع أنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية بسبب ايه قالي لتنوع الموارد الطبعية بها لتنوع الموارد الطبعية بها السياحة من الأنشطة الاقتصادية الهامة في البيئة الصحراوية ليه لوجود النباتات الطبعية والحيوانات والطيور البرية النادرة مثلا الكبش الجبلي وجود مناظر طبعية خلابة التي تجذب إليها السياح مثل السياحة السفاري في السحراء البيضاء بالفرفرة وجود المزارات السياحية مثل دير سانت كاترين في سينة وهو من السياحة الدينية طبعا عندي برضو جبل موسى في سينة هو برضو من السياحة الدينية تغفر المنشآت السياحية من فنادق ومخيمات وطرب جيدة لخدمة السياحة كل ده عندك أسباب أو ليه أهمية السياحة في البيئة الصحراوية بما تفسر قيام صناعة السجاد اليدوي في البيئة الصحراوية ها ليه عندي صناعة السجاد اليدوي لوفرة المواد الخام مثل أصواف الماعز ووبر الأغنام قيام الزراع في الوحاية ها ليه اعتمادا على المياه الجوفية ليه الأبار والعيون وبكده يا ولاد نكون راجعنا أول تلت دروس جغرافيا البيئة الصحراوية كلها كده كتراجعت الأسئلة بتاعتك مهمة جدا دي أسئلة كتاب المدرسة خلي بالك ذاكرها كويس يلا بقى بينا ننتقل على الجزء التاني بتاعي هو إيه؟ التاريخ يلا بقى نراجع أهم برضو الدروس اللي عندي في التاريخ هبتديها من الأول طبعا أحمد عرابي سعد الزغلول خلاص سورة 23 يوليو كل بقى الحاجات دي هنبتدي نرجعها دلوقتي مع بعض أكمل الأبارات الآتية أسس نقط الحزب الوطني عام 1907 ها مين اللي أسسه؟ برافو عليكم مصطفى كامل يبقى مين هو مؤسس الحزب الوطني في 1907 مصطفى كامل دع الزعيم نقط لإنشاء نقابات للعمال مين اللي أدعى إنه هو يعمل نقابات للعمال ايه النقابات؟ يعني لو أنا محتاجة أي حاجة لو أنا مثلا مهندسة معلمة أروح لمين؟ فبقولي دي اسمها نقابات عمالية مين اللي دعا لقيامها وإنشاءها؟ برافو عليك محمد فريد اهتم محمد فريد بالتعليم وأنشأ المدارس نقط لتعليم العمال ها مين اللي أنشأ المدارس هنا لتعليم العمال؟ محمد فريد طب هي كانت مدارس إيه يا ميس؟ كانت مدارس ليلية كانت مدارس إيه؟ ليلية طبعا الناس العمال دروب بيشتغلوا الصبح في المصانع طب الليل لا تعالوا بقى تعلموا خلاص طبعا عشان إيه؟ ينهض بالأمة بتاعته التحق أحمد عرابي بالجيش في عهد نقط وترقى إلى ردبة نقط أحمد عرابي التحق بالجيش في عهد؟ ها برافو عليكو الخديوي سعيد أو سعيد يعني وترقى إلى ردبة برافو عليكو أميرة راية ممتاز منحت الدولة العثمانية الرعاية الأجانب نقط في مصر ها منحتهم إيه؟ برافو عليك الامتيازات الأجنبية عقد بين فرنسا وإنجلترا في عام 1904 ما يعرف بيه؟ الاتفاق الودي ممتاز احتلت إنجلترا مصر بعد هزيمة عرابي في معركة سمع ناس بتقول برافو عليكو ممتازين مذاكرين كويس التل الكبير السؤال الثاني ده علامة صحة أو خطأ مع التصويب التحق أحمد عرابي بالجيش المصري في عهد سعيد باشا ها اللي جاية بتاعتك إيه؟ صحيحة السؤال بعده طالب أحمد عرابي بالمساواة بين مصر وغيرهم من باقي الأجناس بين أبناء مصر يعني وغيرهم من باقي الأجناس طبعا الإجابة صحيحة وقفت فرنسا إلى جانب الحركة الوطنية بعد الاتفاق الودي عام 1904 ها اللي جاية بتاعتك إيه؟ خطأة طبعا فرنسا تخلت عن مصر وعام مصطفى كامل بالخصوص وبكده نكون خلصنا من راجعة أحمد عرابي ركز بقى معايا كده هنراجع دلوقتي مين؟ سعد زغلول ركز معايا في الأسئلة المهمة دي أنا سامعة الناس كلها بتجاوب معايا أي سؤال يقف قدامك تكتبهولي ونبتدي نعرضه لحلقة الإيه الجاية تمام كده؟ تمام كده؟ خلي بالك ومركز معايا أول سؤال هنا أكمل عبارات الآتين تولنا سعد زغلول عام 1906 نزارة؟ ها المعارف اللي هي دلوقتي اسمها إيه؟ وزارة التربية والتعليم ممتاز وعام 1910 كانت وزارة إيه؟ الحقانية اللي هي وزارة العدلة حاليا رفع عليك في ديسمبر 1914 أعلنت إنجلترا نقطة على مصر ها أعلنت إيه؟ حمايتها على مصر يرتبط اسم نقطة بالاستقلال الاقتصادي لمصر ها اسم مين اللي بيرتبط بالاستقلال الاقتصادي؟ برافو عليكم طلعت حرب هو مين طلعت حرب؟ سمع الناس بتقول اللي أسس بنك مصر استطاع طلعت حرب تأسيس ها لسه قلنا دلوقتي حالا برافو عليكم بنك مصر يساهم بنك مصر في تمويل المشروعات برافو تمويل المشروعات الايه؟ الوطنية التحق أحمد عربي بالجيش في عهد نقط وتركى إلى ردبة نقط ها التحق أحمد عربي في جيش بعد مين؟ خليوي سعيد وتركى إلى ردبة أمير الله ممتاز السؤال اللي بعده ده علامة صحة أو خطوة مع التصويت ازدادة أو قد ازديادة الوعي القومي لدى المصريين إلى قيام سورة 19 طبعا الإجابة صحيحة خلي بالك أن الوعي القومي زاد في سورة سورة العربية وزاد كمان في سورة ساعد زغلول اللي هي سورة 19 عشان كده السورات دي قامت اتنين رفضت سلطات الاحتلال سفر الوفد المصري إلى إنجلترا ها صحة ولا غلط طبعا الإجابة صحيحة قلقوا يا القبض على ساعد زغلول ومجموعة من أعضاء الوفد المصري قبل الحرب العالمية الأولى ها الإجابة بتاعتك ايه؟ خطوة ساعدة رؤوس الأموال الأجنبية في التنمية الاقتصادية لمصر رؤوس الأموال الأجنبية هي لنمت الاقتصاد المصري طبعا إجابة خطوة ده رؤوس الأموال الايه؟ المصرية أسس طلعت حرب بنك مصر بأموال مصرية طبعا صح وده بيرتبط يا ولاد باستقلال مصر الاقتصادي سؤال اللي بعده؟ بما تفسر قيام ثورة 1919 ليه؟ ليه الثورة دي قامت يا ولاد؟ واحد زي ما قلتلك خلي بالك أن الثورة العربية وثورة ساعد زغلول الاثنين فيهم ازدياد الوعي القومي والدعوة إلى التحرر من الاستعمار يبقى أنا هنا فعلا دعيت أن أنا أتحرر من الاستعمار بتاني الإجراءات التعصفية التي فرضتها أو التي فرضها الاحتلال البريطاني على مصر أثناء الحرب العالمية الأولى إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون مبادئه ومنها من حق الشعوب في تقرير مصرها خلاص يبقى دي كانت أسباب قيام الثورة قيام الثورة وعي وطني إجراءات تعصفية تخذتها إنجلترا ضدي في الحرب العالمية الأولى الرئيس الأمريكي نفسه ويلسون قال إن من حق أي شعب يقرر مصيره من حق يكون دولة مستقلة أو دولة عايزة احتلال من حق بما يتفسر إنشاء طلعت حرب بنك مصر عام 1920 ها ليه برافو عليكم لاستقلال مصر اقتصاديا وبكده نكون خلصنا سعد زغلول وأحمد عربي في المراجعة خلاص خلي بالك بقى إن أنا هبتزيق راجع دلوقتي ثورة 23 يوليو خلاص ثورة 23 يوليو برضو من أهم الصورات اللي قامت فيها في تاريخ مصر تعالوا نشوف بقى إيه أهم الأسئلة بتاعتنا هتكتب ورايا القلم في إيديك والورقة في إيديك وبتكتب أهم الأسئلة اللي أنا بقولك عليها طبعا هتدي بالسؤال الأول أكمل العبارات الآتان قامت إسرائيل ومعها إنجلترا وفرنسا بالعدوان السلاسي على نقط في عام 1956 ها العدوان السلاسي كان على إيه برافو عليك على مصر قامت واحدة بين نقط ونقط عام 1958 سمع ناس بتقول ما بين مين ومين مصر وسوريا برافو تم افتتاح نقط عام 1971 سمع ناس بتقول معايا السد الايه السد العالي وقعت مصر وإنجلترا اتفاقية عام 1954 ميلاديا ها كانت اتفاقية إيه برافو عليك الجلاء هي جلاء مين؟ جلاء قوات الاحتلال اللي هما القوات البرطنية عام مصر خالص في 1954 قانون الإصلاح الزراعي من الإنجازات نقط لثورة يوليو 1952 ها برافو عليك من الإنجازات الاجتماعية تحولت مصر بعد ثورة يوليو 1952 من النظام الملكي إلى النظام برافو عليك الجمهوري اشتركت ثلاث دول في العدوان السلاسي على مصر هي فرنسا، إنجلترا، إسرائيل، امتاز سوء توزيع الثروات من الأسباب الاجتماعية لقيام ثورة يوليو 1952 قامت ثورة يوليو 1952 ضد الملك برافو عليك ضد الملك فاروق من أهداف ثورة يوليو القضاء على الإقطاع وإقامة جيش وطني قوي قضى قانون نقط على الإقطاع في مصر قانون إيه؟ الإصلاح الزراعي وبكده نكون عملنا المراجعة بتاعتنا المراجعة الشاملة، مراجعة جزء جغرافيا وجزء تاريخ الامتحان هيجي لك طبعا الورقة الأولى جغرافيا والورقة التانية تاريخ فخلي بالك من الحاجات دي خلي بالك من الأسئلة اللي وقعت منك النهاردة تروح تراجعها تاني خلاص، أنت كتبتها وراي لقيت نفسك وقعت فيها هتحلها تاني خلاص، وتبطي تفتح كتاب المدرسة تشوف أهم الأسئلة دي وتبطي تحلها أنت لوحدك يسوالي يا فقدامك ابعته لي على الصفحة بتاعتي خلاص، على الفيسبوك وأنا هستنى منك الأسئلة بتاعتك وشوفك على خير الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة